نرحب بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورستات وتلفزيون تليلومير والبداية مع العنوين البابا فرانسيس يجب أن يبقى لبنان مشروع سلام وأرض تعايش وطاركة ورؤساء الكنائس في القدس يطالبون بإنهاء الصراع خشية حرب شاملة مجلس كنائس الشرق الأوسط يدعو لإنشاء شبكة إعلامية لصوت الكنيسة وفيها أيضا صوم العذراء تقليد أم حكاية في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور من العنوين إلى التفاصيل خلال استقباله وفدا من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أعرب قداسة البابا فرانسيس عن تأثيره بلقائهم مذكرا بأنه كثيرا ما رفع الصلاة من أجرهم ومن أجل ضحايا ذلك الانفجار الإليم الذي وقع قبل أربع سنوات وتابع قدسته قائلا معكم أشعروا بالألم أمام مواصلة رؤيتنا كل يوم أبرياء كثيرين يموتون بسبب الحرب في منطقتكم مجددا تأكيده أن كل حرب هي فشل للسياسة وهزيمة أمام قوى الشر وتضرع الأبو الأقدس طالبا من السماء السلامة الذي يجد البشر صعوبة في بنائه على الأرض والسلامة للشرق الأوسط ولبنان وكرر قداسته في هذا السياق دعوة البابا يحن بولوس الثاني لأن يظل لبنان مشروع سلام وأرضا تتعايش فيها جماعات مختلفة وتلتقي فيها الأديان والطوائف المتعددة بأخوة وفي ختام حديثه طمأن البابا فرانسيس أهالي الضحايا قائلا لن نترككم وحدكم بل سنظل متضامنين معكم من خلال الصلاة والمحبة الملموسة رعى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد أعمال المنتدى الدولي رفيع المستوى الذي عقد بعمان الأربعاء الماضية حول الشباب والسلام والأمن وقد ألقيت في الجلسة الافتتاحية كلمات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاوني وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيظ والأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام السيد دي كارلو بالإضافة لكلمات وزراء الشباب العرب ويأتي عقد هذا المنتدى ضمن الجهود التي يبدلها الأردن لتعزيز مشاركة الشباب بالسلم والأمن الدوليين وحث الدول الأعضاء على النظر في السبل الكفيلة بزيادة التمثيل الشامل للشباب في عمليات صنع القرارات على جميع المستويات كما تضمن المنتدى جلسات حوارية حول آليات تعزيز وتنفيذ جدول أعمال الشباب والسلام والأمن وأولويات الدول الأعضاء في تطوير الخطة التنفيذية الاستراتيجية هذا المنتدى عبر بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس عن قلقهم العميق إزاء استمرار الحرب في غزة مؤكدين عن الحاجة الملحة لإنهاء هذا الصراع الدموي والانتقال إلى تعزيز قيم الحياة والسلام وقد جاءت هذه الدعوة في سياق تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل مستمر في المنطقة حيث لا يزال آلاف العائلات مشردة وغير قادرة على العودة إلى منازلها التي دمرت أو أصبحت غير صالحة للسكن بينما يستمر ارتقاء مئات الضحايا بين قتيل وجريح نتيجة القصف العشوائي وتفاقم أزمة الجوع والعطش وانتشار الأمراض المعدية وفي ظل هذه التطورات الخطيرة طالب البيان جميع القادة بالتجاوب مع دعواتهم ودعوات المجتمع الدولي لوقف فوري للحرب وأطلاق سراح الأسرة وعودة النازحين ومعالجة المرضى والجرحة وتخفيف معاناة المتضررين وإعادة إعمار المنشآت المدنية التي دمرتها الحرب وعرب رؤساء الكنائس عن قلقهم الخاص تجاه رعاياهم بما في ذلك الذين لجأوا إلى الكنائس والمستشفيات في غزة مؤكدين التزام مكنائسهم بتقديم الدعم لمسيحي غزة خلال هذه الفترة العصيبة وبعد انتهاء الحرب وفي ذات السياق أكد غبطة الكاردينال فير باتيس سابت سبالة بطرياركو القدس للاتين على أهمية دعم المجتمع المسيحي في غزة والضفة الغربية من خلال الاستمرار بالمساعدات الإنسانية وأضاف لا يمكن الحديث عن السلام في الوقت الراهن فالوضع الحالي في الأرض المقدسة مع استمرار الصراع في المنطقة صعب للغاية وهناك حاجة ملحة للعمل من أجل وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية إلا أن النية للسلام يبدو مفقودة وتتطلب قيادة سياسية ودينية قادرة على قيادة الأزمة وأكد غبطته على الالتزام بفتح العيادات والمدرسة المغلقة منذ عام وإعادة بناء العلاقات التي تساعد على الخروج من وطأة الاستبداد وخلق فرص عمل حتى لو كانت غير كافية وختم الكاردنال باتسبالة بالقول أن الجميع يمكنهم فعل شيئا من أجل تحقيق السلام إذ أن السلام هو ثقافة وتعليم وإعلام كما أن ثقافة المصالحة يجب تعزيزها للخروج من وطأة الاستبداد حذرت وزارة الخارجية الأردنية من التصعيد المتزايد في جنوب لبنان وتداعيات خطيرة التي قد تؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية تهدد أمنها واستقرارها وأكدت الخارجية أهمية دعم لبنان وأمنه وسلامة شعبه ومؤسساته مشددة على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية وتكاتف كل الجهود لخفض التصعيد وحماية المنطقة من أخطار الحرب كما أكدت الخارجية أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والفشل في التوصل إلى اتفاق تبادل يضع المنطقة كلها في مواجهة خطر توسع الصراع إقليميا شارك مجلس كنائس الشرق الأوسط في الأردن عن بعد باللقاء الإعلامي الذي دعا له الأمين العام للمجلس الدكتور ميشيل عبس من أجل خلق شبكة إعلامية مسكونية ترمي إلى توحيد الجهود والتعاون على مختلف الصعود الإعلامية شارك في اللقاء مجموعة من أصحاب الاختصاص في مجال الإعلام الكنسي من مختلف العائلات الكنسية ودول الشرق الأوسط وشدد الأمين العام على ضرورة إنشاء شبكة جامعة للإعلام المسيحي تهدف إلى تبادل مختلف الخبرات والأراء وكذلك المعلومات والمواد الإعلامية والعمل معا على نشر المعرفة والمناصرة وخلال اللقاء قدم المجتمعون لمحة عن المؤسسات والجهات التي يعملون فيها حيث تطرقوا إلى مجالات التنصيق الإعلامي والتعاون وسبل تبادل الأخبار ونشرها عبر الوسائل الإعلامية المسيحية إضافة إلى كيفية تأمين أرضية للحفاظ على مصدقية ما ينشر ومحاربة الشائعات كما بحثوا في آلية العمل لإطلاق شبكة إعلامية تشمل كل الوسائل الإعلامية القائمة شارك في اللقاء من الأردن الأب إغناطيوس خليفة مدير مكتبي مجلس كنائس الشرق الأوسط في المملكة والأب صفروني صحنان وفي لقاء محبة وتعارف التقد سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس مع لجنتي سيداتي كنسة دير القديس جورجيوس الفحيس وكاتد رئيتي دخول السيد إلى الهيكلة الصوفية حيث دار حديث سيادته خلال اللقاء الذي جرى في دير الروم الأرثوذكس بحضور عددا من الأباء الكهنة وجمع كبير من السيدات حول تحديات العائلة في عصرنا ودور المرأة كأم في المحافظة على تربية الأبناء بحسب روح المسيح والثبات في القيم الروحية والحياتية وتنشيط دور المرأة في الحياة الكنسية تل اللقاء مناقشة مع سيادته مجيبا عن التساؤلات المطروحة حول مائدة العشاء قال الوكيل العام للبطريركية اللاتينية في القدس سامي اليوسف إن البطريركية تقوم بجهود حثيثة لتلبية احتياجات الجماعة المسيحية في فلسطين مشيرا كذلك إلى تقديمها مساعدات إلى الرعاية الذين لجأوا إلى الكنيسة في غزة وبيّن سيادته أن البطريركية قدمت أيضا ولا زالت تقدم مساعدات كبيرة للعائلات المسيحية المتضررة في الضفة الغربية شملت دفع الأقصاط المدرسية وسداد الفواتير والإيجارات مما استفاد من ذلك أكثر من 12 ألف شخص وأشار اليوسف إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها البطريركية بسبب انهيار القطاعين الصحي والمصرفي في غزة ودمار البنية التحتية وغلاء الأسعار في القطاع مؤكدا على سعي البطريركية الدائم لإيجاد الحلول لمجمل المشاكل التي واجهها المسيحيون في غزة والأرض المقدسة بحضور عددا من قادة الرأي في المجتمع المدني عقد في النادي الأوثوذكس في عبدون بعمال اجتماع تحضري خاص بالاستحقيق النيابي المقبل وخلال اللقاء الذي دعا إليه رجل الأعمال ميشيل الصايغ ألقى الناشط السياسي المهندس نضال قاقيش كلمة بيّن فيها أن الكوتا وجدت لتكون تدبيرا إيجابيا لتمثيل جميع مكونات المجتمع وأن لا تخضع للتجاذبات السياسية والاجتماعية حاثن الجميع على ضرورة المشاركة بالاقتراع يوم العاشر من شهر أيلول المقبل كحق ديمقراطي كما طالب المشاركين من قوى سياسية مختلفة عدم التأثير على رغبات أصحاب الكوتا من أبناء المجتمع الأردني وعدم التعدي على حقهم بها معربا عن أمله بأن يكون الصوت المسيحي معيار انتخاب الأفضل والأقوى وممثلا لهم في المجلس التشريعي القادم وتم خلال لقاء الاتفاق على تفعيل وتنشيط الدور الهام والريادي لجمعيات العشائرية ومؤسسات المجتمع المدني ورؤساء الكنائس وفرق الكشافة واللجان الشباب والأسر المسيحية مع التأكيد على أهمية مشاركتهم في الانتخابات باعتبارها واجبا دينيا ووطنيا إضافة إلى التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي لهذه المهمة على صعيد آخر وبحضور نحو 45 خريجا وخريجة ترأس قدس الأبسى من مدنات كاهن رعية كنيسة القديس بولوس الرسول الجبيهة القداس الاحتفالي الذي دعت له الكنيسة على نية طلبة التوجيه من أبناء الرعية القاطنين في المنطقة وما حولها وقد رفع الأب مدنات صلاة شكرا لله على ما حققه هؤلاء الطلبة من تفوق وإنجاز خلال هذه المرحلة استعدادا لمرحلة دراسية جديدة كما دعا قدسه العلي القدير لأن ينور عقول الخريجين ليختاروا ما يتناسبوا مع مشيئة الرب في حياتهم شارك في القداس الكاهنان المساعدان باسل برنسي وكاسبر بحضور أهالي الطلبة وأبناء الرعية كيف ممكن أن نكون مسيرين من الروح القدس منقادين للروح القدس اليوم السيد المسيح بورجينا هذا الصراع اللي بين الجسد والروح وحقيقة المسيح يكمن جهاده في التوازن ما بين الجسد والروح كيف يمكن للروح أن يقود الجسد اللي هو إحنا وفي إحدى التأملات اللي تأملناها عرفنا جيدا أنه نحن نفسنا هي أجسادنا يعني أجسادنا هي كياننا التاريخي على هاي الأرض والسيد المسيح جاء ليفتد الإنسان الذي هو جسد وروح عشان هيك في صراع بين الجسد والروح ولكن فيكم من لا يؤمنون بحكي السيد المسيح مشكلة الجسد والروح أو حلقة الوصل ما بين الجسد والروح هي الإيمان الإيمان والإيمان كمان تأملنا فيه كثير من المرات الإيمان هو أن نرمي أنفسنا بين يدي الرب الإيمان هو أن نتكل على الرب لذلك حلقة الوصل ما بين الجسد والروح توصل لمرحلة أن الإنسان فيها مرات يستسلم للصعوبة اللي بيواجهها في حياته وحتى نعرف أن نواجه هذه الصعوبة لازم يكون عندنا إيمان تماماً زي ما بيصير بالقداس كل يوم أحد وكل ذبيحة إلهية شو بيصير بالقداس كل يوم أحد وكل ذبيحة إلهية الروح هو الذي يعمل يريد لو نمسك الأطفال شوية الروح هو الذي يعمل الروح هو الذي يقود كيف هذه الخبزة وهذه الخمر في لحظة من اللحظات في القداس ستتحول إلى جسد ودم المسيح بمين؟ وكيف؟ بقوة الروح اختتم المجلس الأعلى لذوي الإعاقة ورشة العمل التدريبية التي أقيمت بعنوان خارطة الطريق لبيئة الأطفال الصديقة للتعليم الدامجي في مرحلة رياض الأطفال وقد شارك بالورشة 19 مشاركاً ومشاركة من الكوادر العاملة في جمعية كاريتاس الأردن حيث تناولت عدة محاور منها التخطيط للتعليم الدامجي على مستوى الروضة إضافة إلى تهيئة البيئة الصديقة للتعليم الدامجي وتوفير فرص التعلم لكافة الطلبة والعملية الانتقالية والاستدامة نظمت كنيسة الآباء الأجداد للروم الأرثوذكس في بلدة بيت سحول بكهنتها ولجنة وكلائها وشبيبتها وسيداتها المسيرة الدينية السنوية الاحتفالية بعيد رقادي وانتقال العذراء مريم الدائمة البتولية التي أقيمت هذا العام في شوارع مدينة الرعاة تحت عنوان البقاء في الوطن الغالي وإيقاف الحرب المدمرة المزيد في رسالة الأرض المقدسة بمناسبة عيد رقادي العذراء مريم والدة الإله الدائمة البتولية وانتقالها بالنفس والجسد إلى السماء أكد الإيقونوموس عيسى مصلح الناتق الرسمي لبتركية الروم الأرثوذكس على الاستمرارية في الصلاة والتثبت بالأرض المقدسة برغم الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة والصلاة من أجل وقف الحرب السائدة في غزة وجنوب لبنان وإحلال السلام في الوطن جاء ذلك خلال المسيرة السنوية التقليدية التي حملت شعار البقاء في الوطن الغالي التي أقيمت بتنظيم من الكهنة ولجنة وكلاء الكنيسة والمؤسسات الأرثوذكسية التابعة لكنيسة الأباء الأجداد للروم الأرثوذكس في بيت صاحور يا بهشة تاكل للرغبة والأنفسي الطهرية نحيا عروساً لا عروس لها وبعد الصلاة التي أقيمت بحضور حجد كبير من الكهنة والجوقة وعدد كبير من المؤمنين في كنيسة الأباء الأجداد وبوقع أصوات الأجراس ابتدأت المسيرة التي تقدمتها الأيقونات وعدد من الكهنة والنعش الذي حمل على الأكتاف من قبل أفراد وقيادة المجموعة الكشفية للنادي الأرثوذكسي العربي وبحضور رئيس البلدية الدكتور الياس سعيد والمؤسسات والسيدات وأعضاء وأطفال مدرسة الأحد والجوقة وعدد كبير من المؤمنين هذه المسيرة وهذا الحجد الكبير من الأبناء شعبنا الفلسطيني من مسلميه ومسيحيه جاء بيك يشارك مدينة بيت صاحور هذه المسيرة التقليدية بمناسبة رقات وانتقال العضراء مريم والد الإله إلى السماء وكما شاهدتم بأن رعاة الكنائس جميعها على قلب الرجل واحد مع جماعة المؤمنين لكي نقول بأننا سوف نبقى على هذا الطراب المقدس مهما ألمت بنا من ظروف صعبة وحروب وقتل الأبرياء والنساء والأطفال والشيوخ إلا أننا شعب مثابر شعب نؤمن بربنا وخلصنا يسوع المسيح نؤمن بعدل السماء وإنصاف السماء وعدل السماء وحق السماء ونحن ننتظر الرحمة من السماء فنحن نشكركم من أعمى قلوبنا على نقل هذه الرسالة من بيت صاحور جابت المسيرة شوارع المدينة مرورا بكنيسة الروم الكاتوليك حيث استقبل ورحب الأب سهيل فخوري رعى الكنيسة وأبناء الرعية بأيقونة العذراء مريم التي وضعت بالكنيسة وبالكهنة وبالحضور وأيضا واصلت المسيرة لتصل كنيسة سيدة فاطيمة حيث وضعت أيقونة العذراء في وسط الكنيسة ورحب الأب عيسى حجزين بالكهنة وأبناء المدينة وانتهت المسيرة في كنيسة بئر السيدة العذراء وبحضور المئات من المؤمنين حيث أقيمت الصلاة وقراءة من الإنجيل المقدس وإعطاء البركة الختمية على وقع ترتيل لأمنا مريم العذراء للنرسات مارلن الحدوى من كنيسة بير السيدة بيت صحور فرح يا روسا لا روسا لا يشارك الأردن في قمة قادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط التي ستعقد في أبوظبي في التاسع عشر من شهر أيلول المقبل كما سيشارك في القمة التي تستمر ثلاثة أيام خبراء بارزون من دول الشرق الأوسط ومؤثرون من قطاع الرعاية الصحية وتهدف قمة أبوظبي إلى تطوير وتعزيز الرعاية الصحية في كافة دول المنطقة من خلال مناقشات المبتكرة والجلسات التفاعلية كما تعمل على تمهيد الطريق لمستقبل الرعاية الصحية وتعزيز التعاون والابتكار والتركيز على سد الفجوات وإنقاذ الأرواح وترسم المنصة كذلك مسارا لتحسين هذه الرؤى من خلال الجهود المشتركة والحلول الملهمة وتسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية أشهد غبطة الكاردنال مارلويس رفايل ساكو رئيس الكهيسة الكلدانية في العراق والعالم بدور رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برازاني وجهوده الرامية لحماية المكون المسيحي ودعم مطالبهم وطمأنتهم بضمان مستقبلهم في إقليم كردستان والعراق وأشار خلال استقبال البرازاني لغبطته إلى أن الرعاية المسيحية خارج العراق وأقليم كردستان تحمل مشاعر الشكر والامتنان لمواقف رئيس الحزب الكردستاني معهم ومن جهته قال الرئيس برازاني إننا نعتبر المسيحيين وجميع المكونات الدينية والقومية في العراق جزءا أصيلا من شعبنا وندافع عن حقوقهم بكل الوسائل وهذا الأمر بالنسبة لنا مبدأ ثابت لا يتزعزع قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدم الدكتورة باسم السمعان بمرافقة روحية من الأب جور شرايحة حلقة جديدة بعنوان صوم العذراء تقليد أم حكاية وقد أكدت الحلقة أن ما يميز هذا الصوم عن باقي الأصوام هو التمثل بروح أمنا مريم التي كانت ولا تزال في حالة اتصال دائما مع الضار ومستجيبة لمشيئة الأب كما بيّنت الحلقة أن الصوم بصورة عامة هو ترفع النفس والجسد عن كل ما يتعلق بالأمور الأرضية وتحرير النفس من الأهواء والشهوات فإلى هناك بالنسبة لأبونا لموضوع الصوم نحن مستمرين هذا الشهر في موضوع صيام العذرة واحتفالات بعيد الرقاد خلال الحلقتين الماضيات كنا نتحدث عن معنى الرقاد وتاريخ العذراء وعيادها في الكنيسة استضفنا حضرتك واستضفنا أيضا أبونا إبراهيم دبور وأيضا إن شاء الله الأسبوع المقبل نستضيف أبونا أنطونيوس حنى للحديث أيضا عن العذرة وفضائلها فأبونا بالنسبة لصوم العذرة أنا حبيت الأسبوع هذا أنه نركز على فكرة الصوم أنه الصوم دايما منقول الصوم الأربعيني ولا هي المرحلة اللي تسبق الاحتفال بعيد الفصح واللي بيمثل أنه ألام سيد المسيح وقيامته فصوم دايما برتبط بالألم أو بالحاجة أنك تصوم لهدف معين فصوم العذراء أبونا من أين جاء؟ صوم العذراء هو تقليل كنسي وضعته الكنيسة وفيما بعد بعد الانشقاق وبعد الانقسامات اللي حصلت كان أول إشي البطرق بعدين أنوطت المسؤولية أو شبابا بعدين أنوطت المسؤولية لكل أسقف محلي أن ينظم عملية الصوم يعني 15 يوم هاي اللي تحددت هون زي ما تفضلت حضرتك وإحنا قبل ما نطلع الهواء أنو فيه كنايس بتصوم أقل من هيك فيه كنايس مثلا بس نهار الجمعة خلال هدول أسبوعين بالزبط شو هي الطريقة إذن إحنا بنجاوب بنقول هو تنظيم من السلطة الكنسية هي اللي وضعته تكريما الصوم العذراء كما هو صوم الرسل أيضا فيه كمان بيجصوم الرسل كمان هو اختداءا بأثرهم قدوة ومثال صالح الإنسان لما بيشبع لما بيعطي كل حاجاته البيولوجية كامل بيصير يفكر في رفاهيته أكثر يعني بيحكوها بالأمثال الشعبية كيف بتعرف أنو ضيفك شبع طعمي بالتين بس يصير يقشر بالتين بيكون إن الشبع أو يشوفه جوعان ما بيلحق بسير يوكله بقشرة بعدين بيصير رفاهية درجة ثانية فالصرم بيرجع الإنسان لحاجته لأله لضعفه لأنه إذا أحيانا الحياة هي ما قصت على الراهب ما قصت على المكرس ما قصت على الإنسان اللي قدم ذاته إلى الله تعالى فهو بيحاول يعمل برنامج الخاص في تيشوف يعني مثلاً أي كنيسة أي بطراكية أي أبراشية بتنظم مرتين بالسنة رياضات روحية لكهنتها وبجتمعوا وبتناقشوا ولكن هذا لا يعني أنه فيه مجهود شخصي لكل واحد ولم يبقى ذلك مرتبط فقط بالإكليروس ولكن أخرجته الكنيسة بعد ما كان زمان زي ما تفضلت حضرتك كان للرهبان كان للنساك كان هذا الأنواع الصوم والتقشف ولكن فيما بعد عندما أصبح مصطلح الكهنة الأبراشيين أبونا أنا بظلني أحكي يعني أنه الإنسان إيش بيرتاح داخلياً يعني كيف يقدر يصلي إيش الطريقة اللي بتحقق له السلام الداخلي بتحقق له الأمان بتحقق له تبعث لنفسه الأمل والرجاء بهاي الحياة بوقت شدته بوقت ضعفه بوقت محنة بوقت مرض بوقت مثلاً حاجة فهي الأسلوب يعني أنت مثلاً لما بتكون متضايق وكذا وين بتروح؟ عند مين؟ فأنا فيه أكيد شخص معين أنت بترتاح له فيه ناس أنه بتروح عند إمها ناس بتروح عند أبوها ناس بتروح عند قديسين مثلاً بس مش عندي كوتش الدعم النفسي للقديسين لا وفيه ناس طبعاً عندهم هيك يعني فأنت وين بترتاح مثلاً تروح تصلي طبعاً هذا ما بيغنينا أنه ما نركز على الإله هو الجوهر وهو مصدر كل هذه النعم والعطايا ويسوع المسيح اللي عرفنا على كل هذه المسيرة الإيمانية اللي إحنا عم نحياها بالضبط فهو ما بيضيع يعني الهدف والجوهر فأكيد بالضبط هي عميقة يعني سدقيني دكتور مرات كثيرة ويكنت أضطر أقدس بكنايس الشعب واللغة أنا ما بفهمها يعني بيكونوا بقدسوا بلغة أنا ما بفهمها بس بأخذ البدية بتصدقيني أنا مفهم إشي بس ببركع وبصلي وبظل هيك أتأمل بروبنا لما تيجي المناولة بروح بتناول وبأخذ المعيني أنا مش مش فاع بس ما أجمل إنه الإنسان يقدس كل أحد بكليسي هو بيستمتع بطاقسها يعني فيه ناس بحب هيك من طبيعته بحب الموسيقى الشرقية فيه ناس بحب البيزنطية فيه ناس بحب الغربية مثلا فيه ناس بحب الكنائس اللي بتكون فيها الترانيمة كثيرة الترانيمة الحلوة الفرفحانية على المناولة هيك بتحس الواحب يعني يصدقيني يصدقيني كنا مرات بالمخيمات نشوفهم بدبكل وبركسوا قاعدين على بعض الترانيم اللي فيها حماس وفيها جمال فهي زي ما تفضلت حذرت كل واحد ومن برتع ومن بسكيني يعني القديسة رسطينا سيقول لن تستويح نفسي إلا بك يا الله يعني وين فتشنا عن أي شي بعطينا لذة بعطينا فرح إلى هنا مشاهدين وصلنا إلى نهاية نشرتنا وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها البابا فرانسيس يجب أن يبقى لبنان مشروع سلام وأرض تعايش وطاركة ورؤساء الكنائس في القدس يطالبون بإنهاء الصراع خشية حربا شاملة مجلس كنائس الشرق الأوسط يدعو لإنشاء شبكة إعلامية لصوت الكنيسة للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نورسجو.org طابت أوقاتكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة